والمشهد هنا أعتقد أن قادة الإخوان هم أكثر يعني الأطراف سعادة بأن قنوات الإخوان دي تعطلت عن الموجات اللي كانت بتبسها وحملات الكراهية وأنا بعتقد الكلام ما رفش أتكلم عنها باعتبارها مهنة أساسا يعني أن الأداء ده كان أداء ميالك مش مهم الحملات الكراهية دي قادة الإخوان أكثر الناس يعني ارتياحا لتوقف هذه القنوات أو هذه البرامة ليه؟ عشان هم عايزين يعقدوا صفقة هم عادي التموض على نفسهم حالة الاستعطاف والاستضعاف ويحاولوا يسوقوا نفسهم مرة أخرى طيبين وإحنا المعارضة النيئة الليينة ومنمد إيدينا لإيه وكل ما جرى في السمعينيات والثمانينات والتسعينات والألفينيات لغاية 2011 وهذه الخدعة الكبرى اللي خدعت الطرفين خدعت المعارضين اللي كانوا مختلفين مع الرئيس المبارك وتصوروا ولا يمكن أن نبرق أنفسنا يعني وتصوروا أن الإخوان المسلمين فصيل محافظ ومتزمت وتقليدي وغبي لكن أهجبوا المعارضة وهو نكسب حلف واسع في مواجهة النظام علشان الصوت والقوة والتأثير الحماقة دي لا يجب يعني إذا كان لها سياقها من الغفلة والخدعة اللي جرت أيام مبارك فلا يمكن أن تتكرر مرة أخرى من أي قوة أي حد عايز يختلف أو يعارض أنا أعتقد أنه دا وجبه مش بس حقه ودا وجبه لكن عليه أن يحذر إن إعادة التموضع مرة أخرى والالتفاف بقى بتاعت أصد طيار الديني للمحافظ أصد تقليدي أصدولة الشباب اللي منشق اللي شايفهم ضد الجماعة القديمة أصد دي وجوههم مختلفة أصد متعلمهم من تجاربهم كل هذا كلام منحط يكرر بنا المأساة كاملة فده لازم يكون في وعينا هؤلاء دولة منصور عباس التحالف مع الانتينية وفيش مشكلة خالص لانشقاقها القوى المدنية في أول مصلحة بو إرمي زي ما جرى منهم بدل المرة عشر ونفس الدرس أيضا لأجهزة الدولة وللحكومة وللدولة اللعبة القديمة اللي مارسها برضو نظام مبارك ومارسها نظام السادات ومارسها حتى عبد الناصر على الأقل في السنوات الأولى نفس اللعبة بتاعت ان احنا نتحلف مع الإخوان أو مع الإسلاميين عشان نواجه به المعارضة أو نلم به القوى المدنية أو نعوزم به الشارع هذه لعبة وفيه منتقى خطورة وتكرر نفس المأساة بحزفرها وإنه فكرة كمان التوازن بين الإسلاميين والسلفيين في مواجهة الإخوان وأصدحنا نحافظ على الشكل المتدين ومش عارف إيه علشان خطر نعرف نسيطر على مؤيد الإخوان هذا كلام لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يذهب بنا إلى الحريق إلى جهنم وبئس السياسة درس منصور عباس يجب أن يعيه الجميع يدركه الجميع بصرف النظر عن مآلات نجاحه لكن ده المنهج اللي بيعمله الإخوان المسلمين ده الأداء اللي بيعمله الإخوان المسلمين وهذا ما يجب بكل قوة وبكل وضوح إن إحنا ننتبه له لمعارضة أي إن كانت نواياها شريف تفتح ألبها أو عقلها أو تحالفات معارضة بقى صغيرة ومحدودة معارضة كبيرة قوة مدنية مفكرين وكتاب أي مأساسة تجلبونها على أنفسكم وعلى أدمغتكم وعلى وطنكم لو عدتم نفس العودة وكررتم نفس الكرة نفس الحكاية لأنه بقولك فيه ثعبانية إخوانية تمضي وشغالة بقى من خلال أمريكا مراكز المش عارف إيه السياغات من حكومات عربية نفس اللعبة